السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات أتشارب بوجوده معكم سنتحدث عن ديدان الإنكليستومة ديدان الإنكليستومة تهاجم الأطفال والقبار لكنها تهاجم الأطفال أكثر نتيجة نقص الوعي الصحي عندهم الطور المعدي لديدان الإنكليستومة هو عبارة عن اليراقات المعدية هذه اليراقات المعدية عبارة عن ديدان صغيرة قوي تمشي على التربة وتهاجم أقدام الأطفال وخصوصا المناطق المناطق الصوابع المناطق الرفيعة من الجلد وتخترق الجلد للأطفال وتدخل على الدم ومن الدم تتجه ناحية الرئاتين ومن الرئاتين تتجه ناحية الشعب الهوائية ومن الشعب الهوائية تذهب للقصبة الهوائية وتسحف للبلعوم ومن البلعوم تدخل الجهاز الهطمي المريء والمعدة وتستقر في الأمعاء الدقيقة هذه الديدان خطيرة هذه تعيش على دم الأطفال يعني لها خطاطيف هذه الخطاطيف تلتسق بالأمعاء الدقيقة وتمس الدم للأطفال هذا يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بالنسبة للأطفال يؤدي إلى نقص حاد في الهيموجلوبين يؤدي إلى آلام بالبطن نقص في البروتين يؤدي في بعض الأحيان لتورم في جسم الأطفال لهزيل هذا الولد يكون شاحب عنده هزيل في بعض الأحيان يدوخ ويقع في الأرض وإذا كانت فتاة صغيرة في السنة مثلا 14 سنة أو 15 سنة يدوخ ويقع ويغمع عليها الأطفال يحصل لهم غثيان قيء إسهال وكما قلنا مغص شديد في البطن آلام بالبطن طبعا هذه الأعراض كلها تكون موجودة لو هذه الديدان كثيرة في الأمعات هذه الديدان لو عددها ليل ممكن أن تلفت نظرنا قوي وممكن أن تكون الأنميا ليس جمدة قوي بالنسبة لهذه الديدان بعد أن تستقر في الأمعاء الدقيقة تبدأ التبيض وهذا البيض ينزل في البراز وبعد ذلك لو وجدت تربة خصبة مناسبة للبويضات وهذا البيض تبدأ البويضة تفقس وتظهر يرقات هذه اليرقات تمشي على التربة وبعد ذلك تنسلخ مرتين وهذه هي الطور المعدي الذي يقوم بتقرار للعدوى لطفل آخر بالنسبة لأعراض وخطورتها والخطورة هذه هي أنها تمتص الدماء مباشرة ليس مثل الغذاء المهضوم مثل الأذكاري لا، هذه تمتص الدماء مباشرة وتؤدي إلى أنميا حد ونقص في البروتين حد هذه هي خطورتها عندما تصيب امرأة حامل وهذا أيضا يؤدي إلى نقص حد في الهيموجلوبين ويؤدي إلى ضعف عام للسيدة الحامل بالنسبة لطرق التشخيص نشخص هذه الديدان بفحص البراس فنجد هذه البيضات بديدان الإنكليستومة بالنسبة لطرق العلاج هناك عقارين مهمين جدا العقار الأول هو الميبندازول والعقار الثاني هو البندازول والاثنين ممتازين في القضاء على هذه الديدان يمكن أن نعطي جرعة أخرى للإطمئنان أنها قضينا تماما على هذه الديدان وفي نفس الوقت هذه الأدوية لدينا الخيار قائط طباء بالنسبة للأطفال الذين أقل من سنتين أو بالنسبة للمرأة الحامل أو بالنسبة للسيدة التي تردع لدينا الخيار في أن نعطي أو لا نعطي الدكتور يوازن ما بين الآثار الجانبية هذه الأدوية وخطورة المرض وقوته بالنسبة للمريض بالنسبة لطرق الوقاية طبعا نحن نوعي الأطفال وأيضا القبار أنهم يجب أن يلبسوا أحذية وهم يذهبون على الأرض وخصوصا الأرض الزراعية التي يمكن أن تكون ملوثة باليرقات الموادية طبعا يجب أن هذه الأحذية تكون مقطوعة أو شب شب خفيف أو كلام من هذا لا يجب أن يكون القدم بعيدة عن التربة الزراعية وملمسة التربة الزراعية نلاحظ أن هذه اليرقات الموادية مجهزة بحساسات حرارية تلقط جسم الإنسان يعني أنها تكون عارفة فين جسم الإنسان وتتجه إليه طبعا مهم جدا أن نأخذ بالنا أن هناك مناطق كثيرة رفية وشعبية تكون محتاجة لمراحيد عامة صحية لكي لا نجعل الناس تضطر في التبرز في الخلاق أو في مناطق مكشوفة أو على تربة زراعية وبالتالي يجب أن نوفر مراحيد صحية نتعلم أن بعض المناطق مثل المناجم المناجم أيضا نجد أن العدوى بجدان الإنكليستومة عالية نتيجة أن التربة تكون فيها قليلا حرارة وفي نفس الوقت تكون فيها رتوبة وبالتالي الناس الذين يعملون في المناجم معرضون أيضا بجدان الإنكليستومة كما اتفقنا، أهم شيء الوعي الصحي نكون فاهمين جدان الإنكليستومة كيف يأتي وطرق العدوى كيف تكون؟ كما قلنا، طرق العدوى عن طريق اليراقات الموادية تخترق جلد الأطفال أو القبار فيما بين الأقدام وبالتالي، نجب أن نحمي أولادنا ونحمي شبابنا ونفهمهم طرق العدوى لكي لا يصل لهم لديدان الإنكليستومة أشكركم جزيل الشكر وأرجو أن تكونوا استفدتم بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر